سنوات مرت على نزوحهم وما زالوا يعيشون في المربع الأول مربع العوز والحاجة التي وضعتهم بها السياسات الحكومية والتجاهل والخذلان الذي ظل مرافقا لهم طيلة هذه السنوات هؤلاء النازحون في مخيم المحطة بمحافظة صلاح الدين يرون جانبا من قصص المعاناة اليومية التي يعيشونها بالنسبة للعوائل النازحة الموجودة هنا عوائل منكوبة أصلا ما واحد يسأل عليهم ولا واحد يوصلهم واذا تشوف احنا هاي حالتهم احنا من المقربين اليوم هم مجوارينهم بالبساتين يعني اذا تنقطع الكهرباء خطيئة لا ينامون للصبح ما ينامون ولا واحد يسأل عليهم لمن كهرباء لمن ماء لمن شي هاي من يجي الماء يلا يرتاحوني شويونة بها بالنسبة للأكل هم الناس عمالة يشتغلونه هنا وهنا على قد العيشة على قد العيشة ولو تشوف الغرفة مالتهم نايمين بيها ثمانية ثلاثة بأربعة ويرثائلهم يرثائلهم يعني حالتها هاي شوفت عينك نازح وعلى البازيل وحالتنا يرتلها يوم انتغدى ويوم اذا انتغدى ما انتعشية بعض المرات حتى ريوق يعني ما التهيين ناكل ماكو يعني عيشتنا حال صعبة يعني هاي البنات يسألوني يقولوني ليش يشتي ما اقدر اجاوبهم احلام اطفال المخيم لا تشبه احلام باقي الاطفال ازمتها المأساة التي ولدوا فيها وعاشوا تداعيتها فصارت اقصى امنياتهم ان يعيشوا ما يعتبره اخرون امورا معتادة ومنسية احنا نازحين وماكو ماعدنا عيشة ومننقطع المشروع ماكو منين نجيب ماء حتى السبح ما نقدر نسبح والريد راتب نعيش منا الريد بيت بطلت من مدرستي لان ماعدنا فلوس احنا بابا والله يشتغل بالبساتين على الباب والله يشتغل يوم يشتغل ويوم ما يشتغل يوميا طلعت الناحية شكل ما ندريش وكت نعيش مثل لوادم لاعدنا راتب رعاية لاعدنا بيت مثل لوادم لاعدنا لعدنا عيشة مثل لوادم ماكو مسؤولين يسألون علىنا ويقولون انتو شتاكلون ما تاكلون شان عايشين لا احد يسأل عنهم فهم ليسوا ورقة انتخابية ولم يعودوا ضمن اجندة المزايدات او المكاسب التي يسعى الساسة لتحصيلها عبر شعاراتهم المزيفة التي استهلكت وظل واقع مخيمات النزوح شاهدا على كذبهم وفسادهم